انتهجت قطر عبر سنوات الماضية سياسة خارجية تستند إلى الادعاءات والتزوير زادت حدتها منذ بدء الأزمة القطرية عبر العقود الماضية انتهج نظام قطر سياسة خارجية تستند إلى المظلومية والادعاءات والتي زادت حدتها منذ بدء الأزمة القطرية ليحاول النظام منها صنع انتصارات وهمية للداخل ويجعل منها متنفسا لأزمته وتختلق منها قناة الجزيرة القطرية المواد الإعلامية المضللة للمشاهد وترسم بها سياسات يسير عليها نظام قطر وكان ما أكدته منظمة التجارة العالمية أن إجراءات السعودية ضد قطر كانت ضرورية لحماية أمنها جزءا من سلسلة ردود دولية على بكاء نظام الدوحة لدى المنظمات الدولية ورفع الادعاءات الزائفة في العام 2017 خسرت قطر دعاوا قضائية كانت قد رفعتها ضد دول المقاطعة ادعت فيها الدوحة أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اخترقت وكالة الأنباء القطرية ليأتي خطابها بعد ذلك كاشفا لحقيقة ما نشرته سابقا لتتوالى بعدها الخسائر الدولية والادعاءات الزائفة في المجال الجوي والعملة القطرية وبيع منتجات الدول الأربع واتهام الإمارات بالتمييز العنصري وقضية القناة القطرية ضد عربسات وغيرها من الادعاءات التي لم تجلب لنظام قطر سوى الخسارة والخزي على المستوى الدولي ذلك النهج لم يكن وليد أزمة قطر وإنما امتد لسنوات بل لا تخجل الدوحة من استغلال الأزمات كما فعلت باستغلال احتلال القويت لتتسلل خلف أشقائها بمجلس التعاون الخليجي وتتقدم بشكل منفرد لمحكمة العدل الدولية لتطالب بتأييد رغبتها في إعلان سيادتها على جزر حوار وفشت الديبل وقطع الجرادة وتقدم عشرات الوثائق المزورة ليأتي قرار المحكمة الدولية بتبني موقف البحرين ورفض وثائق قطر المزورة التي اضطرت لسحبها مرقمة حتى تواري فضيحتها أمام المجتمع الدولي سنوات مليئة بالادعاءات والتزوير واستقلال ظروف الأشقاء ودعم التطرف والإرهاب وتقويض الأمن وزعزعته بدول الخليج والعالم العربي تسعى بها الدوحة لإيجاد اسم لها ورسم صورة قطر القوية على الرمال التي سرعان ما تطمسها أمواج الحقائق